مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال يومين القادمين طبعا خلال يومين القادمين ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية لكن الثلاثة إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ونلاحظ أن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة تقريبا أجواء تميل إلى البرود درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 11 لكنها أعلى من معدلاتها بشكل واضح هذه الليلة أن معدل الصغرى بحدود 5 إلى 6 درجات وبالتالي نتوقع الصغرى أن تكون 11 درجة لكن يومي الأحد والاثنين هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة بحيث تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة في عمان بحدود 20 درجة أعلى من المعدل بحوالي 4 إلى 5 درجات معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 15 درجة مئوية العظمى المتوقعة يوم الأحد هي 20 درجة مئوية الصغرى كذلك المتوقعة هي 11 درجة مئوية أيضا يوم الأثنين تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود حوالي 3 درجات مئوية مع انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أقل من المعدل الأجواء ما بين مشمسة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة العظمى المتوقعة 18 والصغرى المتوقعة أثناء الليل 11 درجة مئوية يوم الثلاثة أيضا في عنا انخفاض واضح على درجات الحرارة وبالتالي بتكون درجات الحرارة حول معدلاتها تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة تتهيأ الفرصة تدريجيا لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة وأيضا يوم الأثنين ممكن تسقط زخات من المطر في شرق المملكة ويوم الأثنين أيضا ممكن صباحا يتشكل الضباب في المناطق الشرقية ضباب خفيف يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وأيضا بعض المناطق الجبلية يعني راح يكون ضباب ما بين ضباب إلى شابورة وبالتالي هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إذن الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة هناك فرصة لبعض الأمطار في الشمال والوسط درجات الحرارة حول معدلاتها العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء 15 درجة والصغرى بحدود 9 درجات مئوية أجواء باردة نسبيا الليلة مشاهدين هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة نشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم وشكرا لكم وإلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر